في جديد الوضع الوبائي بالمغرب أعلنت وزارة الصحة عن تجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و233 حالة شفاء وخمس وفيات. عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرع الأولى من لقاح كوفيد-19 بلغ 9 ملايين ومائة وثمانية ألاف وثمانمائة وثلاثة وأربعين شخصاً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل 5 ملايين وثمانمائة وثمانية وتسعين ألفاً وستمائة وأربعة وأربعين. الوزارة أوضحت في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي أن الحصيل الجديد للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى خمسمائة وواحد وعشرين ألفاً وأربعمائة وستة وعشرين حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالة الشفاء التام خمسمائة وتسعة ألاف وثلاثة وثمانين حالة بنسبة تعافي تبلغ سبعة وتسعين فاصل ستة في المئة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى تسعة ألاف ومئة وثمانية وسبعين حالة بنسبة فتك قدرها واحد فاصل ثمانية في المئة.